شرفنا بداية رح نتحدث عن نقطة هي أرقة الجميع وكذلك أرقة كل إنسان ينبض قلبه بالإنسانية هو اختفاء معتقلي الحوثي الحوثي يعتقل الناس ويختفون في السجون أبو شوق الإنسانيا عدمت في ذكر مثل هؤلاء الأشياء القوات التحالف مؤخرا سلم 52 طفل كانوا في المعتقلات كانوا غائبين وعدد منظمات عمل كان منسق مع عدد منظمات منها الصليب الأحمر وقوة التحالف اللي جالسي يصير باختصار أنه في معتقلات للحوثي وصالح مليشيات صالح كانت هذه أصبحت هذه المعتقلات مختفية تماما عن الناس الحراس الموظفين في هذه المعتقلات يسمون بالكنة والألقاب التعذيب اللي جالسي يصير في أي سجن في العالم لا يخضع لرقابة يكون فيه تعذيب بشع وأجبر المتهمين في السجون هذه والمعتقلين الاعتراف بتهم أو بجرائم لم يفعلوها حاولت منظمة حق الإنسان في اليمن أن تعالج الوضع أو أن تدخل لسجن فما استطاعت في مشاكل كثير في هذه المعتقلات فالهاشتاغ موجود وهي مناداه وجزء من الهم الإعلامي وطرح المشاكل للناس كثير من أخواننا في اليمن لهم أحد معتقل في هذه السجون أسأل الله عز وجل يفرج لهم وأن يكفي لشر الحوثي وصالح يا رب من منطلق إنساني من منطلق بريء أو ببراءة شاركوا في هاشتاغ اختفاء معتقلية الحوثي اللي طالع معكم على الشاشة سيظهر معكم بإذن الله شاركوا في هالهاشتاغ لربما دعوة من دعواتكم تفرج هم لأسرة أفتقد عنها سجين تخيل أنه أحد يقرب لك أو حقوق أو خالك أو خالتك أي شخص يقرب لك فقد وانسجر رح تسأل عنه يقولون ما ندري عنه شاركوا بهالإحساس بدعواتكم لهم أسأل الله أن الله يفرج همهم ويسر أمورهم إن شاء الله وقريبا انتصارا كبير للأحرار في اليمن ولقوات التحالف بإذن الله دكتور خلني أنطلق معكم منطلق هذه الحالة